السلام عليكم مرحبا بكم عند لسافر دولات تركيا أبيك نزيها اليوم جبت لكم وصفة عفوا وصفة لفاريتاس لبان تورتيا ولكن على الطريقة التركية الخبز درتو على الطريقة التركية جاتري ما شاء الله من أروع ما يكون والله يصدقوني أكتر من رائع الخبز والفارس للداخل ما شاء الله ما شاء الله جاي الشهي سوف تشوفوا معي المقادير هنا درت زوج كيسان ونصف كاس الواحد يدير ميتين وخمسين مليلتر زوج كيسان ونصف المادة في درت مغرفة خميرة الخبز مغرفة سكر وزوج مغرفة الزيت قاعدا ندير في الفارينة حتى ونت حصلت على العجينة دخلوا لي حوالي خمس كيسان تعميتين وخمسين مليلتر درت الملح بطبيعة الحال وقاعدا نلمف العجينة المهم ديما نقول لها كل بلاد وفارينتها نتحصلوا على العجينة تقعد تلاسق شوية يعني تلاسق نوعا ما ولكن تكون حاكمة روحها هنا درت شوية فارينة في البلوندو تخفاي وقاعدا نجرب نعجنها تقعد ديما لاباتتاعي تقعد ترية ولكن عجنتها حوالي دقيقة ولا دقيقتين هكذا غير شوية برك كي نشوف العجينة تلسق في يدي ندير غير شوية فارينة في يدي ونكمل نعجنها هنا خليتها تخمر خليتها تريح شوية هنا حكمت المقلة درت شوية زيت او لا زيت زيتون درت زوج حبات بصل قطعوهم الحجم اللي تحبونتوما ما كاين حتى مشكل هنا حطيت البصل التاعي كي ما راكو تشوفو اراهو يدبال في الزيت من بعد حطيت الجاج قطعتو تاني طريفات بالطول هكذا قطعتو رقيق شوية كي ما راكو تشوفو هنا في البهارات عملت الملح في الفلكحل درت شوية تعد دجاج المدخن وعملت الكوري الكوركم وعملت الحار وعملت الحار وشوية كمون ما ننسوش الكمون هنا عملت قرمية الفلفل الحمر والفلفل الخضر وخليتهم يكملوا يطيبوا ولكن ما خاموش بزاف الفلفل ما لازمش يدبال لنا بزاف هنا الخميرة العجينة تعنا عفوا بعد ما ريحت كي ما راكو تشوفو هنا عملت ديبول وخليتهم ما خليتهم شي يزيدوا يخمروا ولكن بديت بديت نحل في العجينة تعي نحلها رقيقة حطيت الطاوة تعي تسخن فلا وكي ما راكو تشوفو كل وحدة والمقلة تحاول الطاوة تحا شوفو الله يبارك جاو ما شاء الله هنا نحكمو الخبز التاعنا اللي طيبنا نديرو كل واحدة وش عندهم توفر في الدار هنا درت الفخوماج اتختيني درتو جمغارف حوالي تعل فخص تعل الدجاج تاعنا وغلقتهم بهاد الطريقة وعملت لهم الكوردان باش يحكموا روحهم والنتيجة اهيلك والله يصدقوني اكتر 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 من رائعة ما شاء الله يعجز الليسان على التعبير هدك الخبز يجيكم ترا يصدقوني ديروه في الدار خرمن اللي تشريوه برا اه يعني دبروه ديرو لا فهم لي تحبوه ما يتكسر محتى حاجة شوفوك اشي قاعدة طريري يشاهي والله غير يشاهي بزاف جاوبنا نسختو كيدرت لهم الكمون اه فريمان طبع اخر اهنا ما بقالي غير نقول لكم شاهدكم في الجنان تمنا تجربو هاد الوصفة مع المزيد من الوصفات اللهم نتولو نقلو شولو السلام اشتركوا في القناة